السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنعمل مع بعض طريقة المعمول بطريقة سهلة قوي وطريقة جديدة غير طريقة المصيرين اللي بيعملوها دايما بتشوفها دايما على اليوتيوب طريقة النهاردة مختلفة حاجة كده مزدوجة بين الطريقة السورية والطريقة اليابانية يعني وقدمنا شوية معلومات من هنا على شوية معلومات من هنا وعملت تشكيل حلوة قوي من المعمول على طريقة واحدة سحبتي بس حلوة قوي 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 ان شاء الله هتعجبكم ما تنسوش اضغطوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم زي ما انت شايفين انا هشتغل بكل اللعب الحلوة دي هشتغل بالعوسيان السوري ديت المدقة السوري انا استخدمت يعني انا جبتلكوا الشكل اللي هو تهيئة المدقة السوري اللي هي العليمين ديت رسمتها حلو قوي واستخدمت كل الاشكال دي كلها دلوقتي معايا المقدير انا معايا كيلو الزبدة اول حاجة كيلو الزبدة بياخد قصادق 2 كيلو دقيق وكوباية من السكر البودر وثلاث بيضات ومعلقتين نشا كبار ومعلقت فانيليا ورشة صغير بيكينج بودر ورشة بسيطة جدا من الملح ومستخدمة كرات التمر انا مزبطة التمر ومزبطة من قبل مبدأ العجين قبلها بيوم مزبطة العجين وعمل القورة حطها في التلاجة من قبلها بيوم كده تمام كده تكل المقدير بتاعتي كيلو زبدة وصادق 2 كيلو دقيق وصادق 3 بيضات كوباية سكر بودر سكر بودر مطحون كوباية سكر بودر او ممكن تحطي كوباية ونص بساني حاطت كوباية ماشي اول حاجة العجينة دي بتبقى احسن لو انت معاك مضرب بيت او عجان فبتبقى احسن 100 مرة بس انا المضرب بيت بتاعي اتحرق فانا هتعمل هاجين دلوقتي بايداية جربت المضرب اليدوي زي ما توا شايفين اهوت كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة زي ما توا شايفين اهوت مش مجمدة من الفريزر ولا حاجة بدرجة حرارة الغرفة المضرب اليدوي ما عرفتش اشتخدمه خالص بدأت استخدم ايديا بس بجادة النتيجة طلعت حلوة اوي وهيلة كايني عاملوا مضرب بيت بالضبط عملتها بايداية هي لازم الزبدة توصل كوامها كي ما يكون حاجة كريمي كده زي الجبنة الكريمي بالضبط دلوقتي انا مسكت بقى ايه الزبدة حاطتها في الطبق الواسع اللي هاجين فيه حاطت في كيلو الزبدة وبدأت افرقها كويس اوي 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 لغاية ما هتوصل معايا كوامها يبقى كريمي ولونه فاتح يبقى لونه كده هتشوفو دلوقتي اهوت زي ما توا شايفين شوفوه بعد ما خلصت خلتها بقت كريمي وحلوة نزلت عليها بالثلاث بيضات يبقى اول حاجة هحط الكيلو الزبدة هعجينه كويس هفرق اضربه كويس لغاية ما يبقى كريمي بعد كده انزل عليه بالثلاث بيضات خليكم تبعين الخطوات خطوة بخطوة علشان يعني تمشوا بالتدريجة احسن حاجة بعد ما حطينا البيض هننزل بمعلاقة كبيرة من الفانيليا ونرجع نضرب تاني طبعا لو قلتلكم او انت عندوكم مضرب بيض كهرباء او مضرب يعني مش هادوي او عندوكم عجان هيبقى افضل بكتير بس برضو النتيجة طلعت معي مظبوطة وكايني عاملة مضرب بيض تحسوا كايني ايدي مضرب بيض عشان الفيديو بيجري فهتحس ان كايني ايدي خلاط مضرب بس الفيديو عشان انا بجري 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 بسرعة عشان ما طولش الفيديو عليكم فهتحسوا ان ايدي بتجري بسرعة هنزل عليها دلوقتي بكباية سكر البودر نرجع نعيد من تاني كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة نضربها كويس لغاية ما تبقى كريمي ننزل عليها بثلاث بيضات وبعد كده معلقة كبيرة من الفانيليا وبعد كده كباية من السكر البودر والكيلو بياخد كباية ونص بس انا حملت كباية يعني انتو حابين بقى تعملوا كباية ونص او تحطوا كباية براحاتكم اهو زي ما تشايفين ونرجع نضرب كويس عشان بس السكر والبيض والفانيليا ويغطلطوا كده مع بعديهم اهو بعد كده الدقيق انا نخلته قبل كده تمام الدقيق لازم يكون منخول مرة ومرتين دقيق اللي عادي بتاعت عدد الاستخدامات مش دقيق مخصص هبدأ انزل بالدقيق شوية شوية يعني مش هنزل بيك كل الكيمياء الاتنين كيلو كلهم مرة واحدة بنزل شوية شوية بيه انا بنخله قبل ما ابدأ اعجن عشان يسهل علي الموضوع نخلته مرتين وببدأ بقى ساعة العجين ما نخلتش بقى تاني خلاص انا ببدأ استخدم فيها على طول هحط رشة ملح كده بسيطة المفروض رشة الملح بسيطة دي تتحطى على الدقيق بس انا حطيتها هنا على العجين بس انت حطها على الدقيق هتوبك احسن بتخلطوا على رشة بسيطة من باودر ورشة بسيطة من الملح بتروشها على الدقيق قبل ما يتحطى على العجين بس انا هنا لغبطوا وحطتهم مع بعض على العجين هبدأ أنزل بقى بالدقيق خطوة خطوة كده شوية شوية على العجين وأبدأ ألم العجينة معايا زي ما انتفقنا ما ننزلش بالدقيق مرة واحدة على الزبدة لازم يكون تدريجي بس حكاية المعلقتين النشا بصراحة بتخلي العجينة حلوة قوي وفتحة ولونها أبيض وجميل ويخلي المعمول لونه فتح وحلوة قوي وبتخليه ناشف ومسك نفسه حلو كنت الأول بعمله من غير معلقتين النشا بس المراضي تلعت أحلى بكتير لما حاطيت النشا أهو تنا دلوقتي شغال عجنة بلم بقى العجينة أهي خلاص أنا كده بوريكو كوام بتاح هي خلاص كده تعجنت شايفين دلوقتي هيبدأ بقى العيال يمدوا قديهم عشان يحاول يساعدوني أهو شايفين العجينة كوامها عامل ازاي؟ مهيش سايحة قوي مش سايحة قوي ولا ناشفة قوي وسط حاجة وسط يعني تمسك الكرة في ايديك كده شايفين عاملة ازاي الكرة مسكة نفسها وكو حلوة قوي يبدأوا بقى العيال يغلصوا علي سايحة انتوا شايفين كده رجلهم وإيديهم يبقى أنا كده معايا العجينة جاهزة معايا الطمر مزبطة من قبلها بيوم بليلة بعدين أنا مخدتيش بالي كمان أقول لكم إن الطمر اللي أنا عملته دوت عملته فيديو قبل كده فيه على القناة وقلت إزاي أنا بعمله لإن طريقته مختلف عن الطمر الطبيعي أنا بجيب الطمر اللي هو مغلب فعلا في أكياس كده مضغوط وببدأ أعجنه وبحط عليه معلقة من أو رشة كده بسيطة من التوابل المعمول وعجنه كويس وبعد كده أبقى أكور وعمله كور فيديو الطمر اللي أنا عملته عجوة ده أنا عملته قبل كده على القناة بس ما حبيتش أكتر عليكم دون مرة دي ومش صورته ارجعوا للقناة لو حابين تشوفوا طريقة العجوة اللي أنا عملتها ديت بقابت أعمل كور 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 الحركة دي أنا بعملها لما بكون إمتى هستخدم المجبس اللي هو بمصمار كده وفيه أشكال رسمته مربع كده ومستطيلة كده هتشوفوا دلبقات شكلتهم مربع الحجم الكبير قوي ده بس أنا مش حبيتها خالص وهو الشكل الكبير قوي ده وهبدأ أستخدم المجبس الثاني الأخدر اللي في إداية ده جر إول الشكل الكبير خالص بس ما عجبنيش لقيت المعمولة كبيرة قوي مني فبدأت prestقى في الأشكال التانية المضغوطة الصغيرة اللي في إداية ديت تشوفين الأشكال الورق الكبيرة ما حبيتهاش خالص في المعمول لأن المعمول بيبقى حلو لما بيكون حجمه صغير هبدأ بقى استخدم ايه كل صواني البيت على الاتنين كيلو دقيق اللي انا عملتهم دول وصدهم كيلو الزبدة هبدأ استخدم يعتبر كل الصواني الفرن بتاعت البيت على الصواني اللي استلس انا ما سيبتش كل الصواني استخدمتها لاني كنت بعمل معمول بحجم الصغير الصغير الف اداية ده وعملت كمان بالمكبس السوري برضو كان نفس الحكاية حجم صغير جدا فكعت الكيلو الزبدة وطلع معي ما شاء الله كمية حلوة قوي من المعمول اهم حاجة كل صينية تكون نفس الشكل ونفس الرسمة عشان يستوي كلهم مع بعض مش ينفع استخدم يعني دلوقتي الصينية ديت انا استخدمت فيها المكبس التخين اللي هو المربع العريض دوت ولقيته مش حلو وروح تمكملها بالحجم الصغير بس كده غلطا مفروض نعمل يعني الشكل كله يبقى نفس الرسمة الصينية كلها تبقى نفس الرسمة عشان يستوي كلهم مع بعض يعني انا لما استغير ده استوي كان الرفيع الاول بدأ يتشعوط مني شايفين الصينية الثانية عملتها ازاي بقى عملت كله نفس الرسمة يعني كل صينية هتاخد فورما جديد دي رسمة الفيونكا كل صينية هنعمل بيها رسمة واحدة بس موحدة لان زي ما قلتو الكصينية الاولى اللي حطة رسمتين في رسمة تخينة وفي رسمة رفيع اهي انا رجعت زبطة هو دقيقة الصواني بقى هتتعمل بالشكل ده كده كده كل صينية هنحط فيها رسمة واحدة بس شايفين الرسمة يميلة او واضحة اوي دلوقتي كده انا هدخل الفرن على درجة حرارة عالية هحطه على الشبكة وبيستوي بيطلع من الفرن وابدأ ارسه في العلب اللي هتغلب فيها على طول او في اي كارتونة بس دي ايه دي طريقة المعمول وسهلة اوي 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 وحلوة جدا دلوقتي انا بعدلكو طريقة العجيل من اول وجيد تاني بس هنعيد تاني من اول وجيد بس انا هقولكو انا استخدمت ايه في الاول عشان بس تكونوا الناس معايا استخدمت قصاد الكيلو الزبدة حطيت اتنين كيلو من الدقيق وكبات سكر بودر وثلاث بيضات ومعلقتين كبار من النشا ومعلقة كبيرة من الفانيليا ورشة صغيرة من البيكنج بودر الفانيليا ممكن تستخدميها سيلة او ممكن تستخدميها بودر زي اللي معايا ديت وتحط رشة ملح بسيطة جدا بس تحطوها على الدقيق ومع النخل يعني تحطوا مع رشة بسيطة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح تحطوهم مع الدقيق قبل ما ادخلطوا بالعجين والطمر انا محضرام التلاجة من قبلها بيوم عجنت الطمر عملته عجوة يعني اصلا ده انا بالشرية العجوة جاهزة لا ده انا كان عندي طمر وعجنت الطمر وحاطته على عجينة الطمر وهو بتعجن حطيت معاه الرشة بسيطة من التوابل المعمول ممكن لو معنديكش توابل المعمول ممكن تحطي مثلا رشة من جسط الطيبة على رشة قرفة شوية نكهات كده تخليك ريحة العجوة حلوة انا بجيب هنا طوابل المعمول جاهزة هنا مستعدية من طوابل اسناد فبجيبها جاهزة بس في دي كل الخطوات سهلة جدا نكون معيك حاجة واسعة للعجل ودرجة الحرارة بتاعت الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة لازم تكون يعني ايه تقدر تتعجينها بسهولة ما تكونش مجمدة عشان تقدر تتعجينها كويس انت لو شايفين هاته الزبدة معي يعني اجابها من بنده دي الزبدة نباتي اوكي اه ممكن تستخدموا زبدة حيوانية